في سوريا تجاوز عدد الوفيات جراء الزلزال المدمر 5800 حالة فضلا عن آلاف الإصابات هذا وشهد معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا عبر قافلة مساعدات أممية جديدة بلغت 22 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية ومواد إغاثية لمناطق الشمال السورية أعلنت هيئة الكوارث التركية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا إلى 36187 قتيل وعشرة الآلاف من المصابين كما نجحت فرق الإنقاذ التي شاركت في رفع الإنقاذ والركام المتراكم في عدد مدن تركية جراء الزلزال في إجلاء أكثر من 216 ألف مواطن من المناطق المتضررة جراء الزلزال هذا وبلغت عدد الهزات الارتدادية جراء الزلزال أكثر من 4300 هزة تركزت معظمها في مدينة كهرمان مرعش انتشل منقذون فتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاذ في تركيا وذلك بعد أكثر من عشرة أيام من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وأودى بحياة أكثر من 42 ألف في تركيا وسوريا بينما تنتظر الأسر معرفة مصير ذويهم المفقودين وذكرت وسائل أعلام تركيا أن فتاة في 17 من عمرها تم إنقاذها في إقليم كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا بعد 248 ساعة من وقوع الزلزال والذي بلغت قوة 7.8 درجات ووقع في السادس من الشهر الجاري منما تواصل تركيا وسوريا إحصاء عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي تجاوز 42 ألف حالة وفاة حتى الآن في تركيا وسوريا وبينما تستمر مساعي إنقاذ العالقين تحت الأنقاذ تبرز أزمة جديدة طارئة قد تهدد بكارثة أخرى وهي أزمة المشردين بسبب الزلزال السلطات بدأت في التصدي لواحدة من أسوأ حالات التشرد في العالم حيث تكافح الحكومة لتوفير المأوى لمئات الألاف الذين شردتهم الكارثة أكثر من مليوني شخص على الأقل في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون فقدوا منازلهم وأصبحوا بلا مأوى مع تراجع الأمال بالعصور على أحياء وسط أنقاذ المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا يفرض فصل جديد من مأساة الزلزال المدمر نفسه بقسوة فمع تهدد ألاف المنازل في تركيا تشرد نحو مليوني شخص منهم من قضى ليالي في السيارات أو حتى في العراء وسط البرد القارس وآخرون نصب الخيام هذا وقد تفاقمت أزمة المشردين في تركيا في ظل انهيار ألاف المباني في إحدى عشرة محافظة بجنوب البلاد فضلاً عن إخلاء ألاف المنازل المعرضة لمخاطر الانهيار فوفقاً لتقارير الصحفية فإن نحو 420 ألف منزل دمر بالكامل في مناطق الزلزال وتسعى السلطات التركية لتوفير المأوى لمئات ألاف المشردين الذين فقدوا منازلهم جراء الكارسة وأضحوا بلا مأوى ولم تجد السلطات أمامها سوى تحويل عشرات الملاعب والحضائق والمساحات العامة فضلاً عن المدارس وغيرها إلى ساحات لنصب الخيام من أجل إيواء المشردين كما اتخذت قراراً بتعليق الدراسة في الجامعات بجامع أنحاء البلاد لإفساح المجال للنازحين مما أسار انتقادات من الطلاب وعائلاتهم فضلاً عن استضافة نحو 100 ألف نازحين في فنادق متفرقة على مستوى البلاد إلا أن كل تلك الإجراءات لم تخفف من انتقادات المتضررين والمعارضة السياسية على السواء بسبب مواصفوه باستجابة الحكومة غير المنظمة وغير الكافية خاصة في أعقاب الزلزال مباشرة وفي سوريا أعلنت المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد المشردين ارتفع بشكل كبير بعد الزلزال الذي ضرب البلاد وقالت إن عدد المشردين بلغ 5 ملايين و300 ألف شخص الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السورية فجر السادس من فبراير الجاري أدى إلى تشريد الملايين وسط توقعات بأن يرتفع عدد المشردين في واحدة من أسوأ حالة التشرد في العالم قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال على تركيا قد تسفر عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% هذا العام وأضاف البنك أن هذا تقدير منطقي بسبب الدفع المتوقع من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام الذي سيعود بالتأثير السلبي على البنية التحتية وسلاسل الإمداد وقدر بنك جي بي مورغين أكبر بنوك الولايات المتحدة الأضرارة المباشرة التي لحقت بالمنشآت في تركيا بسبب الزلزال المدمر بنحو 2.5% من نمو النتج المحلي أو 25 مليار دولار